كانت أعمال اجتماعات مجلس جامعة الدول العربية الـ 56 بعد المئة قد انتلقت على مستوى وزراء الخارجية العرب برئاسة دولة الكويت رئيس الحالي للدورة وذلك بحضور الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيت وفليب لازاريني وكيل الأمين العام للأمم المتحدة والمفاوض العام لوكالة غاوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا وبحث وزراء الخارجية العرب عددا من الموضوعات المدرجة على جدول أعمالها من الملفات وجاءت القضية الفلسطينية في مقدمة الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال بجانب تطورات الوضع في سوريا وتطورات الوضع في اليمن وآخر المستجدات على الساحة الليبية وكذلك التضامن مع الجمهورية اللبنانية وأمن الملحة وإمدادات الطاقة في منطقات الخليج العربية